هذه الاتفاقية تبقى لمنظمة التجارة العالمية تدعى تيفا Trade and Investment Framework Agreement أو الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار وهي الخطوة الأولى نحو تفطير اتفاقية التجارة الحرة فيما بعد كما ذكرتم في تقريركم أن جميع هذه الاستثمارات السعودية تخطط مبلغ حوالي 131 مليار ريال بعدد سمع ألاف شركة سعودية بما يتجاوز تبادل تجاري بين البلدين أولي 60 مليار ريال قبل عامين أسس صندوق الاستثمارات العامة الشركة السعودية المصرية للاستثمار وذلك الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية أهمها البنية التحتية التطوير العثاري الرعاية السقية خدمات مالية بالإضافة إلى الاستثمار للمشروعات الغذائية وزراعية والصناعية من الجديد بذكر أيضا أن أهم مشاريع التي تم توقيعها بين المملكة ومصر هو أكبر مشروع من نوعي في الشرق الأوسط وهو انتفاقية حق الانتفاع لمشروع إنتاج طاقة الرياح بمنطقتين خليج السويس وجبل الزيت بسعة واحد وواحد من عشرة جيجا وات تصل استثمارات هذا المشروع إلى مليار وخمسمائة مليون دولار تم التوقيع عليه بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتحالف بقيادة شركة أكوا باور السعودية وشركة حسن علام البصرية نحن نرى أيضا أن هناك مشاريع مهمة جدا في المملكة عدد الشركات المصرية ارتفع في السعودية إلى 800 شركة من 800 شركة إلى 2000 شركة في العامين الباضيين ويتوقع أن يصل الاستثمار المصري إلى نحو 55 مليار ريال وسط دعم القيادة من جكلة الطرفين طبعا أهم هذه المشاريع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي تبلغ تكلفته حوالي 1-18 مليار دولار كما لا ننسى أن هناك المشروع الذي تقوم بشركة طلعة بصفة بإنشائه وهو مشروع بنان في الرياض بحوالي 50 مليار رياض دكتور فواز عادة هذه الاتفاقيات الإطارية لحماية الاستثمارات المتبادلة ما هو نوع السياسات التي تحتويها وكيف يتم حماية الاستثمارات المتبادلة ما نوع البنود بشكل عام التي تحتويها هكذا اتفاقات إطارية بالعادة أهم البنود أولاً أن يكون هناك شفافية واستشراف وقواعد للتقاضي لا سمح الله حصل مشكلة بين المستثمر والدولة التي استثمر بها لا بد أن يكون هناك قدرة للتقاضي والحصول على الحكم الأمثل بالنسبة للطرفين الشيء الثاني طبعاً أن المعاملة الوطنية تصبح هي المبدأ الأساسي في هذه الاستثمارات بدون تمييز يعني لا يمكن تميز المستثمر المصري في المملكة عن المستثمر السعودي في المملكة هذه المعاملة الوطنية وحق الدولة الأولى بالرعاية أي تحجم هذه المعاملة الوطنية عن الدول الأخرى خارج هذه الاتفاقية الإطارية التي هي اتفاقية تيفا طبعاً لا شك أن مثل هذه الاحكام تصبح هي الأساس في توقيع مثل هذه الاتفاقية مستقبلاً ولا شك أن وزارة التجارة والاستثمار وزارة التشارة في المملكة ووزارة الاستثمار أيضاً السعوديين هم على رأس قائمة هذه الاتفاقيات ويسعون لدعمها وتوفير التاحة الكافية للمستثمر المصري في المملكة وأيضاً المستثمر السعودي في مصر إلى جانب أيضاً السفارة السعودية الموجودة في الرياضة تقوم بعمل جبار في الواقع في توفير المعلومات القيمة للمستثمرين المصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة